بالأمس عقدت القمة العربية رقم 33 في البحرين لأول مرة المملكة البحرينية تصديف هذه القمة هي قمة دورية واعتيادية لكنها دقيقة واستثنائية في ظرف بالغ الأهمية تمر بي المنطقة العربية وتوقيت دقيق للغاية الأمة العربية بتواجه العديد من التحديات والنزاعات انعقدت القمة في ظل هذه الظروف على المستوى السياسي والأمني وكمان في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اللي حصد حتى الآن عشرات الألاف من أرواح الفلسطينيين الأبرياء عشان كده كانت الحرب في قطاع غزة هي المتصدر لملفات القمة والقضية الأساسية والمحورية في لقاءات الزعماء والقادة العرب خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن مخرجات القمة من ضفنا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أهلا وسهلا بحضركم دكتور على مدار الأيام اللي فاتت تبعنا القمة العربية وما يحدث بها ومبارح ظهر البيان الختامي تعليق حضرتك على البيان الختامي لهذه القمة هو طبعا البيان الختامي مهم جدا أنه كان لازم يشير إلى أليات التعامل يعني فكرة المؤتمر الدولي لعملية السلام في الإقليم والجزء الخاص مرتبط بالقضية الفلسطينية التأكيد على السوابت العربية بمعنى أنه السلام خير استراتيجي للإقليم ولكل الأطراف الإقليمية والتحذير طبعا من استمرار الأوضاع في قطاع غزة والممارسات الإجرامية اللي أمت بها إسرائيل في القطاع فبالتالي كان فيه سوابت معينة ربما تجاوزت الأطر التقليدية في البيان الختامي لدكتور محمد ودي نقطة مهمة جدا التركيز على سياغة البيان نفسها يمكن اللغة المستخدمة يعني الأول مرة نسمع كلمة إبادة جماعية مثلا كانت ظهرة جدا في المصطلحات يعني حقول لحضرتك وكانت في مفارقة أنه المحكمة العدل مبارح كانت طبعا كما تعلمي حضرتك كانت بارح والنهاردة نهاردة ستبقى الدفوع الإسرائيلية فالقمة في البيان الختامي لمحت وأشارت إلى هذا الأمر بصورة كبيرة الموضوع الإبادة طبعا خلينا نحط المصطلحات في السياقة دكتور محمد يعني التأكيد على أن ما تقوم به إسرائيل مرفوض على المستوى العربي التأكيد على أن هناك تهديدات إقليمية تهدد النظام الإقليم العربي ففي سوابة حضرتك بتتعامل معها في إطار حرص القادة العرب على نقل رسالة إلى الأطراف الأخرى يعني كانت تأكيد في معظم تحليل مضمون أو محتوى مضمون كلمات رؤساء الوفود واضحة ومباشرة يمكن كان كلمة السيد الرئيس أيضا كانت هي مركزة جدا نقاط محددة حددت سيادته فيها الأولويات رفض مصر موضوع التهجير والترانسفير والترحيل والتسكين تأكيده على السوابة المصرية في التعامل نحن لن نقبل بأنصف حلول حيبا فيه تأكيد على التعامل مع المهددات والمخاطر في الإقليم كان لفت أيضا في كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمس دكتور طارق فكرة توجيه نداء للمجتمع الدولي بأنه بات هذا المجتمع فاقد الثقة في المنظمات الدولية وبشكل لا مثيل له فكرة فقدان الثقة في المنظمات الدولية على أنها تكون قادرة على إيقاف إسرائيل في هذه الحرب كيف ترى هذه الرسالة؟ وأيضا أهم ما تضمنه خطاب الرسايد الرئيس للأمس هو طبعا زي ما حدك أشارت دكتور محمد وفيه تركيز على أن المجتمع الدولي مجتمع ربما يعني أضع ما بين قصين هو جائر لم يعطي القضية الفلسطينية وفيه القضية العربية حقها في هذا التعامل هو فيه تخازل في المجتمع الدولي ربما كانت فيه إشارة مهمة إلى هذا في وجود الأمين العام لأمم المتحدة برغم أنه هو بذل مجهودات للأمانة تقتضي أن نقول جاء إلى مصر زي ما حدك تذكر ووقف قدام معبر رفح هناك الرسالة لكن هذا المجتمع الدولي عليها أن يحول الأقوال إلى أفعال يعني القضية حضرتك مش مجرد أنك بتقول أن المجتمع الدولي أو التنظيم الدولي بكل مؤسساته فشل في التعامل مع أغلب القضايا مش القضية الفلسطينية لكن الآن نقطة من أول السطر أن هذا المجتمع الدولي عليها أن يعطي حقوقه للدول بما فيها طبعا الحالة الفلسطينية الصارخة لكن مفترض أن هذا الأمر يترجم في وجود الأمين العام الأمين العام له صلاحيات كما تعلم حدك تقول محمد أنه صلاحيات وفك المادة 90 يقدر يحرك كثير من الأمور على أنه ده بيهدد الأمن والسلم الدولي فسيادة الرئيس قال هذه النقطة أنه لابد للمجتمع الدولي أنه يقوم بدوره في هذا الإطار حس الطرف الآخر نحن لا ننتقد بصورة فيها نوع من الموضوعية للأطراف الأخرى لكن إسرائيل كانت حضرة في القمة بصورة أو بأخرى يعني توجيه الانتقادات الكاملة فيها طبعا وخصوصا من الدول التي عقدت سلاما مع إسرائيل وهذه رسالة مهمة لعلى الطرف الآخر يتفهمها أنه الدول الرئيسة القمة في مملكة البحرين والبحرين أقامها سلاما مع إسرائيل وطبيعة الحال الأردن ومصر فبالتالي أعتقد الرسائل كانت مباشرة والسيد الرئيس جات في توقيتها نحن لن يفرض علينا شيء يعني برضو الأمور يجب أن تضع في إطارها أنه لن نسلم بواقع يعني فيه جزء خاص حتى بيم موضوع فتح المعبر حضرتك أمر مهم للغاية أنه إسرائيل هي من تغلق المعبر رغم بقعات الإسرائيلية وتصالحات اللي بتخرج من هناك يعني من وقت لآخر بأن المسئولية تقع على الجانب المصري تقع على الجانب الإسرائيلي مباشرة وأعتقد أنه الموقف الرسمي المباشر وحتى بيان وزارة الخارجية الأخير الرد خلال كان وقت سريع جدا للرد على الأكاذيب الإسرائيلية كان أمر مهم جدا ما يطرحه وزير في الحكومة الإسرائيلية يتم الرد عليه من الجانب المصري مباشرة ووزير سامح شكري رد بصورة طبعا إحنا مش هندخل معهم فيه مهاترات إعلامية لأنه حضرتك تعلم أن هذه الأمور قائمة على فكرة المزاعم والأكاذيب لا توجد حقائق على الأرض وبالتالي احنا بنحدد ده وفك السوابت المصرية في التعامل نرفض فكرة الترانسفير نرفض الحلول من جانب واحد بنرفض الترتيبات اللي هما بيقوموا بيها فيه إجراءات عديدة لوضع إسرائيل في إطارها وطبعا محكمة العد نتوقع بطبيعة الحال أنه لها تأثير بصرف النظر عن التدابير اللي حيتم تمريرها بصورة أو بأخرى لأن الأول مرة حضرتك بتستحضر إسرائيل أمام قضاء دولي بصرف النظر عن أي أحكام وهناك حالة فزع دكتور محمد في إسرائيل خلال 3-4 أيام الماضية لأنه هتبدأ تشغل إسرائيل بكل هذه القضايا أمر مهم جدا بتقود الدولة المصرية وطبعا انضمامنا للدعوة القضاءية طبعا أمر مهم لأن مصر دولة جوار ومصر دولة متأثرة وليها جهد كبير في القضايا الفلسطينية فربما لها دلالات أكتر من الدول اللي قدمت والتحكت بهذا على هامش القمة العربية كان فيه لقاء لسيادة الرئيس عبد الفاتح السيسي مع عدد من الزعماء والرؤساء لو حضرتك تقول لنا يعني متخيولك ليه مثل هذه اللقاءات كيف صارت وما ستصفرها يعني أنا في تأديري أنه دول المصرية الرئاسية بتلعب دور في مثل هذه اللقاءات مهم جدا لأنه طبعا إحنا متواصلين مع أغلب الدول العربية طبعا مملكة البحرين إحنا حضور الرئيس أعطى للقمة زخم كبير ربما تكون شهادتنا مجروحة لكن هو بالفعل حضور مصر وحضور سيد الرئيس بقدر للقمة زخم كبير حضور طبعا بشار الأسر رئيس السوري مهم جدا لأنه بتأعماقي وتأكدي على عود السوريا إلى شغل موقعها في الجامعة العربية الرسالة أيضا أنه أغلب القادة العرب اللي حضروا هناك حرص على بقاء مؤسسة كامال العربية دكتور محمد يعني دي نقطة مهمة حضرتك أنه دورية الانعقاد في حد ذاتها تمثل رسالة تقودها الدول المسؤولة في الإقليم زي مصر زي الإمارات زي السعودية زي الأردن زي الجزائر أنه هناك حرص على حضرتك بقاء المؤسسة الرئيسة في النظام الإقليم العربي في ظل التحديات والمخاطر اللي بيواجهها يعني معظم القادة العربة مهمة بيكلموا توقفي أمام كلمة التحديات والمخاطر كله أشار إلى التحديات والمخاطر الدكتور محمد المهم أنه هناك تأكيد على خطورة هذه التحديات والمخاطر حضرتك على نظام الإقليم العربي ليه دلوقتي؟ لأنه فيه المشروعات حول الإقليم المشروعات الخاصة بالشرق الأوسط الجديد المشروعات الجمعة للشرق الأوسط السوق الشرق الأوسطية مكان السوق العربي دكتور طريق مخاطر التهديدات بتهدد الأمن القوم العربي وعايز أن أتوقف محارتك عند هذا المفهوم لأنه الفترة الأخيرة كان فيه أكثر من تحذير على لسان السيد الرئيس أنه ممكن تتطور الأمور إلى حرب إقليمية في المنطقة شفنا المناوشات وما بين إسرائيل وإيران ما يحدث في البحر الأحمر كل هذه مهددات بشكل كبير جدا للأمن القوم العربي وكان بند من بنود أساسية تم مناقشاتها في قمة المنامة ما خلص إليه القادة والزعماء العرب من آليات لتعزيز هذا المفهوم هو طبعا البيان الختامي تضمن الآليات أو الأدوات اللي هي ممكن بنتعامل عليها بشكل الأمين العام لجنة للمتابعة بتقول لدولة الدولة اللي هي رئيسة المؤتمر طوال الفترة اللي حضرتك بيبقى فيها المسئولية منوط بيها وده بيتعامل بصورة مباشرة يعني لكن هو ربما الأخطر أن أغلب القضايا الإقليمية دكتور محمد هي ارتدادات حرب غزة يعني لحدك أشرته إليه وتكرمت كلها دي ارتدادات حرب غزة يعني المناوشات التي حدثت ما بين إيران بين إسرائيل أيا كان توصفنا ليها تأثير الفواعل من غير الدول هي الميليشيات في الإقليم الميليشيات الحوسية الفصائل العراقية اللي موجودة في سوريا اللي موجودة على الحدود مع الأردن كل دي الفواعل من غير الدول اللي هي بتحاول أن تؤدي دور وتهز الاستقرار في الإقليم وده يأكد لحضرتك حرص مصر على تسويق فكرة الدولة الوطنية أنت بتتكلم على فكرة الدولة الوطنية ما عندناش إلا الدولة الوطنية حدود الدولة الوطنية لكن هناك من يعبس بأمن الإقليم من خلال الفواعل من غير الدول دي أو اللي احنا بنسميها جلوش القطاع الخاص أو الميليشيات الخاص اللي هي بتأثر في بنية نظام الإقليم العربي نظام الإقليم العربي احنا حرسين على تواجده ويمكن حدثك الدكتور محمد احنا مصر أسست إلى جانب إيمانها بالنظام الإقليم العربي وعملها بفكر التحالف السلاسي المصري الوردوني العراقي وقالت أن التحالف مرشح حضراتكم لأي طرف عايز يدخل بصورة كبيرة فاحنا أمام تحديات ومخاطر أخطرها هو استبدال النظام الإقليم العربي بنظام شرق أوسطي نظام شرق أوسطي لو اتسع هيشمل حضرتك دول أخرى في الإقليم اللي هي الدول اللي عبسة بأمن الإقليم اللي هي الثلاث دول إيران تركيا إسرائيل دول الجوار دول الجوار الإقليم فهي هذه الدول بطبيعة الحال بتمارس دور عندها أزرع وعندها أدوات ومصالح كبرى في عالم النهاردة بيتميز بحالة سولة سياسية يعني العالم بترتيباته الأمنية لا زال غير واضح المعالق يعني الرؤى العديدة في العلاقات الدولية النهاردة بتركز حضرتك على فكرة نحن أمام عالم متعدد الأقطاب لا هو لسه ما تشكلش العالم متعدد الأقطاب هو فيه صعود لأطراف دولية إلى جوار والولايات المتحدة حالة سيولة وعدم استقرار في الشرق الأوسط وطبعا طبيعة الحال من النظام الإقليم العربي متأثر بهذا خطورة ما يجري هالترتيبات الأمنية والاستراتيجية التي يمكن أن تطرحها دول من خارج الإقليم ليه زيال والولايات المتحدة زيال بريطانيا وبالتالي ترسم شكل جديد للإقليم فتكون الدول العربية رد فعل هو ما حرست عليه مبارح يعني المخرجات بتاعة القمة الدعوة لإقامة مؤتمر دولي يشرف على حل الدولتين أو يسعى لحل الدولتين لصالح حل القضية الفلسطينية والدعوة لوجود قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في إقليم غزة يعني دي كانت حلول قابلة للتطبيق وسهلة ولقت قبول في الشارع العربي وبشدة وده إحنا شايفينه تغير شديد أو أكثر حسما من بيانات الجمع العربية هو يحتاج حضرتك إلى أدوات ومراحل للتأثير يعني الفكرة في حد ذاتها فكرة طبعا جيدة يعني متاء تدعو لمؤتمر دولي لحل القضايا الفلسطينية والقضايا العربية بالإقليم أنت لديك صور ومقترحات عديدة المهم أنه الدول الكبرى الدكتور محمد تتوافق مع حضرتك لأنه بدون بدون ده يعني مش هنعمل المؤتمر على مستوى العربي ما هو موجود على مستوى العربي الأساس حضرتك أنه تتوافر الإرادة الدولية والمصالح بطبيعة الحال فكرة المؤتمر الدولي لحل القضايا الفلسطينية حل الجزر يعني خلاص إحنا نقعد مرحلة نهائية زي ما حصل في كامبي ديفيد بالنسبة لنا مع السلام مع إسرائيل وتبقى فيه مفاوضات مفتوحة ومباشرة في هذا الإطار الأمر الآخر هو أنت لازم حضرتك تحطي قوات تحفظ ما تبقى من الأراضي العربية دكتور محمد اللي هي فكرة ائتمان الدولي أنه يبقى فيه قوة على الأرض حضرتك تفصل بين الفلسطين والإسرائيليين ده في الضفة وفي غزة بطبيعة الحال أنه توجد كوات دولية التسمية بمختلفة يعني ما هتعملي حضرتك كوات متعادية جنسيات غير ما تعملي كوات مراقبة دولية غير ما تعملي كوات حفظ سلام بس إمتى تتراحي ده حضرتك حينما تهدأ الأمور مش اليوم التالي لوقف الحرب اليوم التالي لوقف الحرب ده مختلف حضرتك عن اللي إحنا ندعو لي فرنسا عملت مؤتمر لسلام الشرق الأوسط لو حضرتكم تذكروا وفي فكرة مؤتمر موسكو لسلام الشرق الأوسط بقى له سنوات من أيام أنابوليس المؤتمر الدولي الشهير النهاردة في إرادة دولية تتوافر هنا دكتور طرح عفو المؤتمر حضرتك يعني مؤتمر دولي للسلام من سوف يكون الراعي أو الوسيط يعني دائما كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعي لعملية السلام وما برقوصين على مراحل تاريخ التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي هذا الراعي الآن فقد نزاهاته بشكل كبير من اليوم الأول حرب ومنحاز لإسرائيل مؤتمر دولي للسلام مع انحياز مباشر للراعي الأساسي اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية هل ممكن يكون فيه رعاة جدد أطراف أخرى دولية إقليمية دور روسي مثلا دور صيني يعني يعني السيغة دكتور هو طبعا أنا أحيي حداك على الملاحظة المهمة أو اللي حداك أشرت إليها موضوع أنه الولايات المتحدة هل هي بقت شريك متضامن ومتواطئ مع إسرائيل فيما يجري في قطاع غزة وقولا واحدا هي شريك بالأسلحة والشريك متواطئ متضامن السياسي يعني التعويل على فكرة الولايات المتحدة يمكن أن تعطي حقا دي عليها علامات السلام كتير والخلافات شكلية يعني ليس فقط في موضوع السلاح حتى في عملية رفح والتأييد الكبير الإسرائيل حصلت عليه كل دي أمور بتفهم في السياقة في صرف النظر عن حالة الاحتجاجات الموجودة في العواصم الأوروبية سواء في الجامعات أو من الرأي العام أو الجمهور الأوروبي أو الأمريكي لأن دي تفهم في السياقات إنسانية وليس سياسية يعني الأمر هنا يعني مطالبات بأمور أخرى فيه صيغ للمؤتمر الدولي حينما ذهبنا إلى مدريد في مطلع التسعنات ستذكر أنه كان فيه وسطين الروسي والأمريكي وكان فيه وفد عربي مش وفد فلسطيني فلسطيني أردني ما كانش فيه تمثيل للوفد الفلسطيني وحاك تذكر أنه الوفد الفلسطيني كان حيدر عبد الشافي وكان رئيس الوفد الفلسطيني وكان هناك ممثل للحكومة الأردنية هذا الأمر مهم جدا أنك تتعدد الأطراف اللي هي حتحذر فيبقى معاك القوى الرئيسة المشكلة في الصين وروسيا أنهما بيقدموا ويأخذوا خطواته وبعدين بيتوقفهم والولايات المتحدة من مصلحتها أن تبقى شريك وحيد أنها تبقى الوسيط الراعي الدولي لعملة السلام وللأمانة تقتدئ أن نقول اللي حيستطيع أن يؤثر على الجانب الإسرائيلي هي الولايات المتحدة بس إحنا أمام أشهر حاسمة ومرتبطة بين اختيار الأمريكان للرئيس سيء وأسوأ صحيح عشان نكون أمناء في التحليل فجزء من دال حالة الترقب في العالم إذا جاء ترامب مرة أخرى أو استمر الرئيس جوبايدن فبالتالي إحنا مفترض في العدة الأشهر المقبلة نرتب أولوياتنا العربية ونرتب البيت الفلسطين يبقى لازم يكون فيه توحد في الموقف الفلسطين لا نريد أن نتحدث عن شعب في غزة وشعب في الضفة قيادة هنا وقيادة هناك ده واحد من الأشياء اللي تم الدعوة لك ده مهم حضرتك ده طبيعي يعني أنه يكون قطاع غزة مع بعض الحرب ومختلف عن مكان قبل الحرب حتى لا يكون عرضة للصراع الداخلي فيفتح بالتأكيد هي لأنه لا بد أن أنت تروحي أي مؤتمر دولي زي ما بيشير الدكتور محمد وأنت طرف واحد قوي على الأرض وليس طرف طرفين أو ثلاث حتى كانت فيه فكرة طرحت فيه سياقات التهديئة بين إسرائيل وبين حماس أن يبقى فيه وفد عربي مش حماس بس اللي بتفاوط يعني كانت فيه أفكار حتى الآن ما تروحها أن يبقى فيه وفد يؤكد على هذا الجهد المصر الكبير اللي بوزل للأمانة في موضوع التهديئة والمقترحات اللي تعملت في مصر حيث لا الشريك أو وسيط إلا مصر يعني رغم توقف المفاوضات لكن في النهاية لن يكون هناك إلا مصر في هذا الأمر في أطراف عديدة تستطيع أن تكون بهذا الدور قولا واحدا لا يوجد إلا مصر بالخبرتها بتاريخها في أمور كثيرة جدا معطيات لهذا الأمر أموني الفترة المقبلة إلى جانب طبعا التحركات السياسية أمام محكمة العدل الدولية هل ممكن استثمار هذه الورقة من قبل النظام العربي؟ بالتأكيد المهم أن تتحرك الجامعة العربية تحرك الجامعة العربية في المحكمة لأن المحكمة لسه جلساتها حطول ستقوي ما يمكن أن تره لكن إحنا بالراهن على دخول مصر دخول مصر سيدي قوة للتحركات في محكمة العدل الدولية بطبيعة الحجم كل شكرا لك الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية نورتنا وشرفتنا شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك دكتور محمد نورتنا